أهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذه التغطية الخاصة على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري هذه التغطية الخاصة حيث يستقبل سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أوزبكستان شوكة ماردعي في زيارة تعد الأولى لمصر وتستمر لمدة يومين تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات الثنائية حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية وغيرها نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين شهدت العلاقات بين مصر وأوزبكستان دفعة قوية وتعزيزا للتعاون بين البلدين وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس رئيس أوزبكستان شوكة ماردعي في زيارة تعد الأولى لمصر وتستمر لمدة يومين تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات سياسية واقتصادية وتجارية وغيرها نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين تعد مصر أول دول العربية التي اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991 أقيمت العلاقات التبلوماسية بين البلدين من خلال التوقيع على البيان المشترك في هذا الشأن عام 1992 بينما افتتحت أوزبكستان سفارتها في القاهرة في عام 1995 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة تاريخية لتشقن يومي الرابع والخامس من سبتمبر عام 2018 عقد مباحثات مهمة عقدت مع الرئيس ميردعي فيما ساهم في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد كما عقد الرئيسان حوارا وديا في فبراير عام 2022 وذلك على هامش الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تمت إقامة تألية مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين عقدت جولتها الأخيرة في مايو عام 2022 أما عن التعاون الثنائي نجح مكتب التمثيل الأسبكي بمصر في تنظيم زيارة 25 الشركة مصرية لعدة مدن مثل تشقند نامجان فرغانا ترميز لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة وعقد 62 منتدى وطاولة أعمال وتم التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتذجيل 12 مشروعا مشتركا في مختلف مجالات التعاون وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزباكستان في عام 2021 إلى 34.1 مليون دولار تستورد أوزباكستان من مصر منتجات الصيدلانية وحمضيات بينما تصدر لمصر الغزل والنسيق ومنتجات الثروة الحيوانية والنقل والخدمات السياحية موسيقى 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 ترتبط مصر وأوزباكستان بعلاقات تاريخية متينة أخذ في التطور على كافة الأصعيد السياسية واقتصادية وأمنية تشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأوزباكي أساسا متينة لتعزيز التعاون الثنائي علاقات وثيقة تجمع بين مصر وأوزباكستان فقد كانت مصر من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لا في تشقند عام 1993 وأول دولة عربية تعترف باستقلال أسباكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التوقيع على البيان المشترك في هذا الشأن خلال عام 1992 بينما افتتحت أسباكستان سفارتها في القاهرة عام 1995 علاقات أخذ في التطور على الأصعدات كافة خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وتدريب الكوادر الأسباكية في إطار الدورات التدريبية الهامة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جانب التعاون النشط بين الجامعات المصرية والأسباكية وتشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأسباكي أساسا متينة لتعزيز التعاون الثنائي وفيما يتعلق بالزيارات المتبادلة فإن المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأسباكي شوكا تأمير دياييف في تشقند في سبتمبر من عام 2018 اكتسبت أهمية تاريخية وارتقت بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعتبر تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين كما تطورت الاتصالات السياسية والتعاون بشكل مضطرد بين القاهرة وتشقند ففي عام 2018 أصدر الرئيس السيسي قرارا بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وأسباكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أسباكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما إذن هي مسيرة جديدة للعلاقات تنضي بها القاهرة وتشقند بإرادة صادقة ترتقي بمستوى شراكتهما لأفاق أرحب تحقق تطلعات الجميع ترجمة نانسي قنقر